تصدرت جامعة بني سويف المركز الأول على مستوى الجامعة المصرية كما تم إدراجها ضمن أفضل 800 جامع على مستوى العالم وذلك وفقا للتصنيف تايمز للتعليم العالي يأتي هذا الترتيب على الرغم من أن جامعة بني سويف لا يتجاوز عمره عشر سنوات ويعد تصنيف تايمز من أكثر التقارير العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه الأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوية ويعتمد هذا التصنيف بدرجة كبيرة على جودة الأبحاث ونقاط القوة والضعف لأكثر من 25 ألف جامعة من كافة أنحاء العالم معنا الآن على الهاتف دكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بني سويف دكتور محمد بداية مرحبا بك وألف مبروك على تصدر جامعة بني سويف في هذا التصنيف تصنيف عفوا ولكن أسألك عن ما الذي قدمته جامعة بني سويف في عشر سنوات فقط ليه تحتل هذا التصنيف التايمز العالمية للتعليم العالم حضرتك جدا على التهنئة وبرحب بحضرتك الحقيقة جامعة بني سويف أنشئت سنة 84 وكانت فرع من جامعة القاهرة وبعدين استقلت في 2005 فنقدر نقول أن عمرها الحقيقي هو 12 سنة كجامعة مستقلة الحقيقة عكفنا في هذه الفترة أن احنا نهتم بالبحث العالمي في جامعة بني سويف فجامعة بني سويف مقدمة أكبر عدد من الأبحاث لكل فرض يعني بنجمع عدد الأبحاث اللي انتجت في الجامعة على عدد أعضاء هيئة التدريس فبيطلع كل فرض نصيبه كم من الأبحاث فجامعة بني سويف مقدمة أكبر نسبة أبحاث لكل فرض مش بس كده الجودة كمان عندنا الجودة في البحث العلمي كبيرة جدا ودي بتقاس فيه تايمز هاير ايديوكيشن اللي هو التصديف العالمي اللي احنا بنتكلم عنه بتقاس بعدد الاستشهادات يعني إيه استشهاد يعني أنا باحث النهاردة في وليكن كوريا مثلا واستشهدت ببحث قام بي باحث في جامعة بني سويف وذكرته في الشغل بتاعي واحد تاني في دولة أخرى استشهد ببحث نفس البحث فالبحث ده خد أكبر عدد من الاستشهادات فاحنا محققين أكبر عدد من الاستشهادات على مستوى جمهورية مصر العربية هذا الرقم أو هذه نسبة الاستشهادات بتؤدي إلى أنه تعتبر الجامعة مرجعية وأن الجامعة بتقدم بحثة علمي متمين كمان كان لدينا تميز غير عادي زي ما ذكرت تايمز هاير ايديوكيشن في الرياضيات الفيزياء علوم المواد التلات فروع دولة احنا مقدمين فيهم استشهادات عالية جدا وتفوق غير مسبوك عندنا كمان حاجة اسمها وده أفضل المؤشرات اللي أثبتت مباشرة أنه جامعة بانيسويف جامعة متقدمة بالإضافة إلى نسبة الزكور إلى الإناس فاحنا عندنا نسبة الزكور إلى الإناس تلاتة واربعين إلى سبعة وخمسين البنات إلى البنين ودي نسبة تعتبر نسبة متميزة جدا عالميا لأنهم بيهتموا جدا بأن يبقى فيه تعليم للإناس فاحنا عندنا النسبة تعتبر مستفعة وده واضح جدا في محافظة بانيسويف واهتمامها بالإضافة أنه احنا نعتبر أكبر جامعة في جمهورية مصلة عربية من حيث عدد الكليات احنا عندنا تلاتة وتلاتين كلية ومعا وده عدد غير مسبوق بيه الحقيقة في الجامعات الماضية طيب دكتور محمد هذا يجعلني أسألك عن أهمية التخصصات الموجودة بخلاف البحث العلمي أيضا في جامعة بانيسويف ونظم الدراسة في هذه الجامعة هل تختلف عن بقية الجامعات؟ لا الحقيقة احنا بنهتم بالجودة التعلمين يعني احنا عندنا كلية لطب الأسنان وجامعات الأخرى عندنا كلية لطب الأسنان عندنا كلية للعلوم وجامعات عندنا كلية للعلوم لكن احنا بنهتم بجودة التعليم بالإضافة إلى التميز في نوع التعليم يعني مثلا احنا عندنا كلية مش موجودة في جمهورية مصر العربية كلها اسمها كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة كلية بتعنى بالدراسات العليا فقط وليس الـ Undergraduate يعني المرحلة البكالاريوس وبتعنى بإيه؟ بتعنى بالمواد الجديدة الدراسة الجديدة المقررات أو المناعج أو البرامج المميزة زي علم النار والتكنولوجي علم الطاقة الجديدة والمتجددة علم البيئة علم البيوتكنولوجي فاحنا مش بنهتم بالعلوم المتكررة أو المعروفة أو الناس قتلتها بحسن ولكن بنهتم بالحلول نعم دكتور محمد سريعا عن بعد هذا النجاح الذي حققته جامعة بني سوايف ما هو الطموح أو الطموح الذي تأمل أن تصل إليه؟ الحقيقة احنا من شاء الله بنطمح أن احنا محصل على الجودة العالمية وليس الجودة المصرية فقط وده من خلال اهتمامنا بنوعية التعليم الموجود عندنا حنهتم بقية الفروع نجحنا في الفيزياء والراضيات والعلوم المواد وكنا واخدين مراكز متقدمة حنهتم بقى بالطب والطب البطري والبيضالة وانت الله سيكون لنا تقدم واضح بعمر الله دكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بني سوايف أشكرك شكرا جزيلا لك